الرزم بيرجعنا عشر سنين انه إلي إمتى؟ 2014 النهاردة قال لك 2011 وتحديداً 25 يناير كان وقتها الرئيس مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت شايف الصورة اللي قدامه شايف الصورة بالمناسبة الرئيس لم يتحدث عن هذا الأمر النهاردة اتكلم عليه في 14 و 15 و 16 أنا بكلمك بالتواريخ وارجعه اكتب كده هتلاقي الرئيس اتكلم عليه بيقوله النهاردة من 2014 بيقوله الخطر إيه اللي حصل في البلد إيه السبب اللي احنا فيه إيه اللي وصلنا لده هو دي الحقيقة فيه بعض خلي بال حضراتكم لأنه هو يعني اللي تعرضت ليه مصر في 2011 كان هو سيد الرئيس اللي قال المدخل هو أنت الوضع عندك حصل إيه الناس بتعمل إيه استغلوا الوضع يلا تعالوا نعمل ابني اشتغل يلا مع السلامة خلاص مبارح دكتور نصر علام قال لنا معلومة مهمة إنه الدكتور أصام شرف كان ورئيسة للوزراء في نوفمبر 11 أنا بنسي بالكلام ليه الدكتور محمد نصر علام قال إنه آآ آآ يعني وضح النوم ما هي للأسف في الوقت ده الوقت ده تقريبا كان هشام أنديل وزير راي تقريبا عشان بعد كده الإخوان راحوا جايبونه جايبينه رئيس وزراء حمد موس لما حكم جابه رئيس وزراء جابه بهشام أنديل كان وقته وزير راي ادوا المجال السيوبيا أنها تعمل هيعزاها لو أنت عايز تعرف تاريخي يعني لو أنت عايز يعني من نهوات أن أنا أعرف الحقائق يعني مش جاي النهاردة تقول الرئيس عفتاح السيسي عمل الرئيس عمل إيه الرئيس عفتاح السيسي ماذا فعل الرئيس هو الرئيس كان في 2 إبريل 2011 كان رئيس مصر لما زناوي راح وضع حجر أساس مش موجود هوريكم 12 وعرضنا فيديوهات بتاعتهم 2 إبريل 2011 قدام حضرتك أهو قدامك أهو أهو 3 إبريل يوم 3 إبريل 2011 أهو ميل الزناوي قدامك تعمل إيه تدشين هو كان يوم 2 وده التقرير ده كان ده التقرير كان التقرير ده تعمل يوم 3 لكن تدشين كان يوم 2 واليوم ده كانوا عاملين تقرير اللي قدامك ده يوم 3 ولكن هو ميل الزناوي وضع حجر أساسي يوم 2 وبتوع الجزيرة دول بتوع قطر عاملوا التقرير ده يوم 3 تاني يوم ده كان تقرير مطول على التدشين وعلى الألفية كان اسمه الأول الألفية العظيم وبعد كده سموه السد باسم السد بتاعهم قده قد 11 قد إبريل قد 3 كان مين موجود كان الناس فين كنت تعملوا إيه شايفين ولا مش شايفين رجع الموضوع لأصله عشان تعرف حجم التمن للدولة المصرية والشعب المصري بيتفاعوا اليوم اللي بيتفاعوا اليوم ده كانوا بيطلعوا طائرات خاصة تروح تزور إسيوبيا طائرات خاصة بتروح تزور إسيوبيا بيهنوه مع الساد ده فيه واحد معرفش اسمه إيه قالك كنا بننزل مطار فنلاقوم بيشتموا في الرئيس مبارك والله هو عمر سليمان قالك إسيوبيا كانوا بيشتمهم آه ما كانوا بيشتمهم عارب بيشتمهم ليه يا دكتور يا جهبز عرفت دلوقتي كانوا بيشتمهم ليه وما كانوش حب بينهم عرفت ولا لسه عايز حد يقولك ويدرسلك ويعلمك عارش الدكتورة لما أنت سميش فاكر مين يعني بالمناسبة يعني أيا كان بس واحد من اللي كانوا بيروحوا هناك قالك ننزل يعبلونا شتيمة 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 آه عشان إيه عشان كانوا منعين منعين يعمل الساد ولما مشي اتعامل الساد لأنه أنت حضرتك جيت كنت قاعد في الميدان وهو بيعمل الساد وتروح تزوره طب ليه مش طالع لك صوت دلوقتي أنت وهو وغيرك قولوا له الناس قولوا له الناس حاجة من مصيبة هي دي المصيبة مش حاجة تانية ما أنا بقول له حاجة كان إيه كله عايز يقسم البلد كله عايز مناصب وسايبين الأهم سايبين حياة حياة الناس سايبينها وبيداروا ناخد إيه إخوان يجروا يعملوا انتخابات الأول رئاسة ولا برلمان نعمل جمعة تقنضهار ولا نعمل جمعة الرحيل نعمل جمعة محاكمة مش عارف مين ولا نعمل جمعة إيه هو ده اللي كان شغلهم لم يكن شغلهم الشعب المصري لم يكن شغلهم وقتها تمانين مليون ولا خمسة وثمانين مليون ما كانوش شغلنهم شغلنهم هناخد إيه نصتوا على الحكم إزاي ده اللي كانوا بيدوروا عليه مش شغلهم إسيوبة تعمل سد ويهدد حياة الناس النهاردة ما كان شغلهم على الإطلاق ما حدش يمتكلم كلمة ضد السد ده لحد ما الإخوان روحوا في ستين سبعين حدش شتح بوقه جاي النهاردة ده أنا عايزة تقول لو أنت عندك شجاعة تطلع تتكلم من الناس عملنا إيه الجريمة اللي عملناها هي دي الجريمة مش حاجة تانية ما يا سيدي يبقى لك ونظام يروح لكن في دولة تبقى الدولة أنظمة بتتغير لكن الدول تبقى الدول لكن كنتم بتدوره على بقاء الدولة ما كانوش بتدوره على بقاء الدولة لأنه كانوا بتدوره كان عينه رازم تبقى هناك إيه السد ده وحكايته ويبقى فيه في الوقت ده كان ممكن يتمنع في الوقت ده قبل ما يحطوا طوبة بس ما كانوش فايقين ما فيش حد حتى عمل تصريح كده إنه كذا حقائق والشعب لازم يبقى عارف كده والشعب عارف بالمناسبة والشعب عارف الشعب يعني مش لسه هي الشعب عارف عمل مرثي إيه في السنة اللي حكم فيها ماذا فعل راح ظهر وقابلته مش عارف إيه بتاعة شنطة الخضار في المطار وراح عشان حل عمل إيه محمد عيسى العياط قال لك المية أو بعدين آه والموضوع مش أشعار مش شعر مصر النهاردة بتقول الكلام مش الكلام بتقول الرسائل لأن مصر النهاردة واضحة في موقفها الرئيس موقف واضح لأنه لازم كمان العالم يتحرك أمريكا لازم تتحرك تحد أوروب لازم يتحرك ولازم يتحركه بقوة بمعنى قوة التفاوض والضغط على أسيوبيا إنها لا تذهب إلى المل لأنه الملأ هيكون بالنسبة لنا خط أحمر حقيقي وخطر الملأ الثاني خط خط طبعا فده دور مين مجتمع الدول خلاص احنا عملنا كل مفاوضات وقدمنا كل حاجة ويعني كتير صراحة كنا زي ما بقول كده دولة بتتفاوض ويعني بمنتهى الاحترام لكن خلاص وصلنا للمنطقة لآخر محطة هتعمل ايه آخر محطة ده دور المجتمع الدولي أمريكان يتصوا بيهم يتوصوا معهم يقولوا لهم يعملوا لأنه في الآخر في مصالح ولا حد هيقدر يتحمل آآ اي شيء يحدث ولا حد